بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيم روحي وأرواح العالمين لك الفدا غريب يا مظلوم كربلا دمًا عارًا ومهزلت آياء وغدرًا على بني أمي أخزاهم الله دمًا عارًا ومهزلت آياء آياء فضيعا حل بالنهج القويم وساقوا كل مربعة سبايا يا لطاغية وزنديقين يا لطاغية 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 يا أبي عبد الله أيك نجم طل في الليل يلبه وتهديه يمكن أجمل الليل تسري يبهل أفلاك في الوضح السدي يميمي وأن يبكي اليتيم أباه شجوان مسح نصياطهم رأس اليتيم يميمي يميمي تقل راحة يا يات خويا المني للذي مطحون راحة 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 يوات وبقية تصفج على الطيبين راحة يوات ليعلي لجانة ويحسين راحة يميت وليعلي الحزن ردين علي مولاي 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 خطاب لصاحب الأمر في هذه الأيام أيام جده يا بي عبد الله يقل مولاي آي 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 يذكرك باربعين حسين مولاي وقلب عمتا اي كش كثر يحمل ابو مولاي مولاي ترخذها المجلس بن زياد مولاي مولاي مولية والينها ترخذها المجلس بن زياد مولاي مولاي بيئة المصطفى ابدي وانموية بيئة المصطفى ابدي وانموية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن أعلى ذلك لمن الشاهدين قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وإن أعلى ذلك لمن الشاهدين الملاحظة الواضح في هذه السورة الكريمة سورة الشمس الجزء الثلاثين من القرآن الكريم عدة الأيمان المعظمة التي قدم المولى عز وجل لهذه القضية وهذه القصة الشريفة التي أراد القرآن أن يذكرها فقدم لها بأيمان مغلظة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذه الأيمان كأن المولى عز وجل نعم أقسم بجميع ما خلق من السماوات العلا إلى الأرض الدنيا وما بينهما وأشرف تلك المخلوقات هو الإنسان وأشرف ما في الإنسان هو العقل الإنساني الذي تميز به عن جميع المخلوقات الذي به قال المولى عز وجل وكرمنا بني آدم وحملناهم في البري والبحر إنما كرم الإنسان لوجود العقل فيه وليس لاشتراكه مع باقي أفراد نعم نوعه باليد أو الرجل أو العين أو المعدة أو ما شابه من خلق الله عز وجل وإنما لمن فرد به الإنسان من حالة العقل إذن المولى عز وجل أقسم بجميع مخلوقاته وهذه الأيمان كما هي واضحة وكما هي جلية وكما هي صريحة أيضا وظاهر اللفظ كما هي قاعدة عند المفسرين ظاهر اللفظ حج ما لم تأتي قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وهو معتمد المفسرين هذه القاعدة العلمية إذن ظاهروا هذه الآية ظاهروا هذه الصورة خلاصتها قصة نبي الله صالح عليه السلام الله مع قومه ثمود وقصة الناقة وما جرى على الناقة ولكن هذه الإشارة الواضحة في أن القرآن أجمع هذه الأيمان كلها لكي يتحدث عن هذه القصة الشريفة فلاحظ إذن المغزى إذن يجب أن يكون وهو فعلا كل ما يتي في القرآن مهم القرآن ليس فيه هوامش والقرآن ليس فيه حواشي والقرآن ليس فيه تعليقات والقرآن ليس فيه شيء مهم وشيء أهم كل ما في القرآن مهم متساوي عند الله سبحانه وتعالى يعني ما عنده شيء مهمل أو غير مهمل وكل ما ذكر في القرآن الكريم يعنيه المولى عز وجل وله بها غايات قد لا ندركها بل الكثير من تلك الغايات والحكم في القرآن الكريم لا تدرك ولا تفهم نعم إلا ما وضح الأنبياء والأئمة الرسول وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم والسلام إذن صار واضح أن هذه الأيمان لأجل هذه القصة الشريفة فما هذه القصة باختصار أن قوم ثموت طلبوا من النبي صالح عليه السلام الله وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم السلام طلبوا منه هم الذين طلبوا معجزة وفي بعض الروايات ولعلها الروايات المقبولة أنهم هم الذين اقترحوا موضوع الناقة وهذه موضع مضطردة في القرآن أن المنافقين والكافرين والمشركين هم الذين يفربون حتى نوع المعجزة حتى نوع المعجزة هم الذين يطلبونه فاستجاب أصالح عليه السلام الله لطلبهم مو إعزازا لهم وإنما حبا بهدايتهم كما هو دأب الأنبياء وديدن الأنبياء في أن يهتدي خلق الله عز وجل وينجو من نار الله عز وجل ثم اقترحوا أيضا أن تكون هذه الناقة أن تخرج من صخرة صماء عجيب أن تنشق صخرة صماء ثم اختاروا مكان الصخرة بل واختاروا مكان الصخرة في الجبل أيضا إعجاز أنه طلعنا ناقة من صخرة قال نعم قالوا لصخرة احنا نعينها قال نعم قالوا لصخرة في جبل نحن نعين هذا الجبل قال نعم لكم ما شئتم هم قدرتهم من الله عز وجل هو معتمد على الله متكل على الله ليس عنده شيء يعجزه في أي اختيار لذا خرجت الناقة انشق الجبل كما أرادوا وخرجت الناقة فآمن قليل من قومه وكفر أكثرهم ليش هنا المفسرين عندهم تعقيب جميل يقولون لأنهم كانوا يطلبون المعجزة من النبي من أي نبي لا لأنهم يريدون الهداية لا ولكنهم يريدون تعجيزه الغاية إعجاز النبي وليس الغاية هداية القوم وإلا أسألك بالله من يريد أن يهتدي لا أحتاج إلى معجزة مو ما اهتدى أبو ذر بمعجزة أبدا ولا اهتدى سلمان وهو رجل من بلاد فارس ما اهتدى بمعجزة ولا اهتدى عمار بن ياسر عظيم الشان بمعجزة ومن عربت عليهم المعاجز فرفضوها وردوها كما رد الأنبياء من قبل في معاجزة عظيمة إذن آمن قليل منهم وكفر أكثرهم شرط الله عز وجل عليهم في هذه الناقة أن لها شرب يوم كامل ما حد يقترب من الماء ولهم ولدوابهم شرب يوم كامل أيضا يعني يوم للناقة ويوم لهم ولكن هذه الناقة تدر عليهم من اللبن ما يكفيهم جميعا بعجاز هذا هسه شقدت اعدادهم شقدت كانوا وما معلوم ولكن شعب كامل بعدين هم ورثت قوم عاد يعني يجب أن يكون قوم شعب كثير يعني فمن اعجاز الله عز وجل بهذه الناقة أن تشرب الماء كله فلا تبقي شيء ثم ينبع الله عز وجل الماء من جديد في اليوم الثاني وهذا اعجاز أيضا فيشربون وهكذا فيوم تشرب ويوم تسقي اللبن يوم تشرب ويوم تسقي اللبن اعجاز عظيم من الله عز وجل لو أنهم فعلا أرادوا أن يهتدوا ثم تآمروا على أمر هذه الناقة فقتلوها الآن مرة القرآن الكريم يقول أن الذي قتل الناقة واحد كما في سورة القمر فتعاطى فعقر مرة يقول فعقروها يعني جمع مرة في سورة النامل بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون التسعة طبعا هم قوم ثمود ولكن الثابت بمرويات أهل البيت عليه السلام الله كما قال الإمام أمير المؤمنين إنما عقر ناقة صالح رجل واحد إنما عقر ناقة صالح رجل واحد لاحظ الحكمة العظيمة من الإمام فعمهم الله بالسخط لما عمه بالرمو يعني القرآن لما يقول فتعاطى فعقر هو واحد الذي باشر قتلها ولكن أكو مباركة أكو مباركة أكو موافقة أو كما يقال في هذه الأيام أكو حاضنة أكو حاضنة للإرهاب خلال إرهابي مكيفة فجر خلال أكو واحد دي هي إلى المسكن والمأكل والطريق والأدوات وكذا أكو حاضنة إذن لا يلعن لاحظ هذا خروج شوي ولكن لأنه أيام يجب نعم أن نذكرهم هؤلاء الشهداء العظماء الذين ذهبوا على طريق الحسين هذا مو حد يفجرهم أكو حاضنة أمة العنبه أم كاملة ينزل عليها غضب الله بسبب واحد يفجر كما قال الإمام إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالصخط لما عموه بالرضا فقتلوا هذه الناقة وقطعوها فانهزم فصيلها فصيلها ابنها ابن هذه الناقة فصعد إلى قمة جبل فأرادوا أن يقتلوه فمنعهم الله في رواية أهل البيت فارتفع هذا الجبل عن الأرض كلها قضايا عجازية كلها معاجز لأنه الناقة معجزة شرب الماء معجزة إعطاء اللبن معجزة كلها معجزة هذه الناقة فنادى هذا الفصيل نادى الفصيل فذهبوا إلى صالح لاحظ قالوا لهذه الناقة قد قتلناها فأتنا بالعذاب الذي تعدنا قال لكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ثلاثة أيام قالهم بس في اليوم الثالث لاحظ وصف القرآن يحكي نوع العذاب وصف القرآن فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها هنا أهل اللغة يقولون دمدم أشد من الغضب دمدم الله عز وجل قضى عليهم بصيحة في اليوم الثالث انشقت السماء وهم يرون انشقاق السماء فخرجت صيحة من السماء صيحة واحدة فانتهوا بأسرهم صغيرهم وكبيرهم ولم يبق الله عز وجل من هذه البلدة شيء كان صالح قد أخذ الذين آمنوا معه وأخرجهم خارج هذه القرية حتى لا ينالهم عذاب من الله عز وجل هاي القصة عليها إجماع ما عليها خلاف لأن قصة قرآنية ما لا علاقة بالروايات والأسانيد وكذا ولكن الملاحظ الواضح لكل من يقرأ القرآن بلا تكلف بلا تعب أن الله عز وجل قد غضب لناقة وقد غضب الله عز وجل لفصيل هذه الناقة لما نادى هذا الفصيل يقول لما المتوكل عباسي أراد أن يهين الإمام علي الهادي عليه السلام الله شوف استفادات الأئمة من القرآن حقيقة لو لا أئمة أهل البيت بقي هذا القرآن مجهول لا يعرف فهنا الإمام الفتح ابن خاقان وزير المتوكل قال له قال له لا تطلع علي الهادي وحده والشيعد وشوكة طلع وحدة عين علي الهادي في شوارع سامرة قال له شنو الرأي قال له طلع كل أهل سامرة مو يطلعون بلا إزار يعني على ما شنو على الاستهانة بهم قال له لازم علي الهادي يطلع هو من أهل سامرة لازم يطلع فخرج الناس وخرج الناس وخرج الامام تقية على دمه فلقيه رجل من الشيعة قال أما في هذا الجمع من يستجاب دعائه قال له هذا الجمع ما بي واحد يستجاب دعاه هذا المتوكل الخمار صاحب المزامير صاحب الغناء والزنا والفحش يطلع وأنت فيهم فقال الامام والله إن في هذا الجمع من قلامة وففره قطعة من وفرة إن في هذا الجمع من قلامة وفره أعز على الله من فصيل ناقة صالح هذا الرجل لما سمحها رحل واحد من علماء الشيعة من أصحاب الامام قال له جرى حديث بيني وبين الامام علي الهادي عليه السلام الله كذا وكذا قال للامام قال لك أعز من فصيل ناقة صالح قال له نعم قال له ثلاثة أيام يموت المتوكل إن شاء الله كما فعل الله بقومي صالح فعلا في اليوم الثالث كما في الرواية الثابتة قتله ولده فلاحظوا أن الله عز وجل قد غضب لناقة فقط لفصيل ناقة في الرواية الامام الهادي عليه السلام الله يقول في هذا الجمع من قلامة ظفره وهو كذلك نعم قلامة ظفره الامام الهادي وآباؤه وأبناؤه أشرب وأعز وأفضل على الله قطعا وجزما من الناقة وفصيلها بالرغم برغم أنها معجزة فلاحظ قول الإمام عليه السلام الله هو الحق إذن يغضب الله كما في القرآن وصورة كاملة وهناك في صورة القصص وهناك في صورة النمل ووزع القرآن الكريم هذه القصة في جوانب الكتاب العظيم ولا ينتقم الله عز وجل لريحانة رسول الله ولا ينتقم الله عز وجل للحسين ابن فاطمة سيدة النساء ابن رسول الله سيد الأنبياء ابن علي سيد الأوصياء وهو بعد وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة بإجماع أهل القبلة بلا خلاف بلا خلاف أن رسول الله سيد ولد آدم وفاطمة سيدة النساء كما في البخاري وعلي سيد الأوصياء كما في صحاح القوم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما في البخاري أيضا فيغضب الله لناقة لناقة ويجعلها صورة في القرآن ويستكثر ابن كثير ابن كثير في البداية والنهاية في جزء السادس صفحة 260 يستكثر على الحسين عليه سلام الله شوفوا الظلالة شوفوا الانحدار بالفكر السلطوي لما يكون الإنسان فقيه السلطة لما يكون من وعاب السلاطين لما يكون هذا الإنسان نعم بفكره وعلمه يبتغي الدراهم والدنانير يبتغي لقمة العيش فيدار السلاطين والظلمة ولو أنهم قتلوا ريحانة رسول الله ولو أنهم داسوا على القرآن الكريم وداسوا على كل القيم الإنسانية في ذلك اليوم شي يقول ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس اللي يريد يقرأ صفحة 260 يقول وقالوا يعني الشيعة فلاحظ وقالوا أن بقتل الحسين قد مطرت السماء دما واقتربت الكواكب واهتزت الأرض وكلها ضعيفة لا يعبأ بها يقول كلها أخبار ضعيفة وكان الأولى والكلام له فلاحظ وكان الأولى أن تكون هذه الأشياء بموت الأنبياء وكان الأولى أن تمطر السماء دما بموت رسول الله وهو سيد ولد آدم والكلام لابن كثير نصوص هذه راجحها زين وكان الأولى أن تمطر السماء دما وتبطرب الكواكب بموت الصديق أبي بكر وبموت الفاروق عمر بن الخطاب وبموت عثمان بن عفان سبحان الله وبموت خلى الإمام أكيد لازم يخلى الإمام بعد هاي خلى أمير المؤمنين لأن خليفة رابع بعد ما يقدر يجاوز هنا سمننا شغل احنا بموت عمر وأبو بكر وعثمان لهم ظروف خاصة وإن خالف التاريخ وخالف النصوص والأمانة العلمية قال ناصا على ذلك لما قتل عمر بن الخطاب وهو يصلي في المحراب هاي نصوص القوم عمر ما قتل في المحراب أبدا ولا عثمان قتل في المحراب إنما الذي قتل في المحراب غدرا وغيلة هو سيد الوصيين أمير المؤمنين فقط وفقط وإنما قتل عمر بن الخطاب في قارعة الطريق كما هو مشهور ولما حوصر عثمان اختفى أو تحصن في بيت الله في المسجد وأدار عليه مجموعة من المصاحف قاعد في زاوية وخلى مصاحف وقتلت عثمان هم خيرة الصحابة إذا نحن مو يقتل وقتل ما أننا علاقة ولكن النصوص الصحيحة وفي قتلت عثمان محمد بن أبي بكر وأول من دخل عليه محمد بن أبي بكر أول واحد أزاح القرآن زاح المصاحف شالها محمد خلاها على جنب ودخل على عثمان وأمسك بشيبته فقال لو كان أبوك حاضرا ما رضي منك هذا فتركه محمد بن الحنفية وقتله القوم فيهم عمر بن الحمق الخزاعي هذا الصحابي العظيم الجليل وفيهم مالك الأشتر النخعي وفيهم كثرة من بقية صحابة رسول الله بل في الروايات المشهورة أن الذي قتل عثمان وباشر قتله هو ابن الحمق الخزاعي الذي دعا له رسول الله بطول العمر في روايات الفريقين وقتله معاوية عن عمر الناهز الثمانين عاما ولم تبدوه له شيبة في لحية ولا في رأس ببركة دعاء النبي وكان من أهل بيعة الربوان فخالف النصوص الصريعة أسأل ما أننا علاقة بقوله أبو بكر وعمر وعثمان ليش ما تغيرت السماء ليش تغير شنو اللي صاير يعني ولكن قولنا معه نقف في وقفه في موت رسول الله ما الذي جرى نعم مات رسول الله مظلوما لا لا تبعد هذه القضية ومات رسول الله وقد أهين نعم أهين رسول الله بحضرته لما قيل إن رسول الله ليهجر نحن ما نقول رسول الله ما مات في مصيبة مات في مصيبة مات في عزاء وترك جثمانه الشريف لا يداريه إلا علي وجماعا بني هاشم وقسم من الصحابة الأطهار والقوم في سقيفة بني ساعده رسول الله جسد على المغتسل وهم ينادون منا أمير ومنك أمير نعم مصيبة نحن نقول مصيبة لو قامت الدنيا ولم تقعد لها فإن جزاء وعاقبة رسول الله أحمد من هذه ولكن فعلا هل الحالة التي مات فيها رسول الله كالحالة التي قضى فيها الحسين عليه السلام الله هذه مفارقة مع القياس ماكو قياس أصلا هنا كيف مات رسول الله وكيف قضى الحسين من الذي قال من الذي قال أن بموت الحسين وقتل الحسين تتغير الدنيا رسول الله هو الذي أنبى عما يجري على الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم والسلام فلاحظ هذه المعاندة يقول قالوا وحسا نجي إلى كلمة قالوا يعني الشيعة هم الذين قالوا هم الشيعة عدوا يمتكتبوا تاريخ هاي دائما نعيد احنا لازم نركز على هذا المعنى ما يمتكتبوا تاريخ خلوهم يكتبون والشيعي يقدر يكتب هذه جامعة المستنصرية ويقولون مأذنة الحدباء فيسا مرة بنيت على أجساد بني هاشم على أجساد العلويين من ولد الحسني وولد الحسين هذه جامعة المستنصرية لأعمدة مالتها إلى الآن شاهد على ظلامة بني العباس كان يبنون على أجسادهم بعد هذا يقدر يكتب تاريخ نعم الشيعة مجمع العلوم بلا شك علماء الدنيا من الشيعة شعراء الدنيا من الشيعة أدباء الدنيا من الشيعة ما علي خلاف ولكن ما يقدر يكتب تاريخ لأن التاريخ إنما يكتبه الحاكمون زين نقلوا عن كتب السنة وقال لهذا شو موازي يكتب مقتل حسين الخوارزمي رجل سني أخطب خوارزم هذا مو شيعي هذا هو الذي يقول ومطرت السماء دما وبقيت الخوارزم ينقلها عن عبد الملك بن مروان وما ينقلها عن واحد من اصحاب الا امه عبد الملك بن مروان شنو علاقته بقضية الحسين مجرم عبد الملك واحد من جنود بني امية ازلام بني امية ولكن احيانا يستفزهم العجب العجب ان السماء ان الله عز وجل مع اهل البيت يقال ان عبد الملك سأل الناس في ايامه قال بما عرف الناس مقتل الحسين بن علي وزاد بعض الرواد قال ومقتل علي بن ابي طالب فاحجم الناس الناس يدرون بس يخافون يحجون ها هم خاف واحد يقول كلمة هم يتورط على عمره فسكت الناس فاجاب عبد الملك بن مروان هو نفسه قال ما رفع حجر من بيت المقدس الا وجدوا تحته دما عبيطا في مقتل الحسين ويزيد يقول في مقتل علي بن ابي طالب عليه السلام الله اذا نسى لما الراوي عبد الملك مثلا ها لما الراوي عبد هسا اكو بعض الروايات ولو اطلع شوي على الموضوع ولكن كشاهد شوف الله كيف يجري الحق على السنة الطغاة ولكن حق اهل البيت واتباعهم بالحق هذا الحجاج الثقفي الحجاج يدخل عليه ابو الغادي الجهني لعنه الله واخزاه هذا ابو الغادي قاتل عمار بن ياسر في يوم صفين وهذا الذي قال عنه رسول الله وهذا من من بايع تحت الشجرة فلاحظ روح راجع اعلام النبلاء اعلام النبلاء حائرين شوان يخرجون هذا الموضوع لان هذا ابو الجهني هو واحد من نقلة رواد حديث الشجرة قيل علامة باعتم قال بايعنا على السمع والطاعة والجهاد في يدي رسول الله بايع تحت الشجرة هم يقولون كل واحد بايع تحت الشجرة بالجنة وهذا قاتل عمار وتخريجات حديث عمار تقتله الفئة الباغية قاتل عمار وسالبه في النار حديث صحيح حديث صحيح على مباني الشيخين وليس في خلاف ابو الغادي الجهني يدخل على الحجاج فأذن له قال من أنت قال لأنا أبو الغادي الجهني قال لأي شنو أبو الغادي الجهني عرف الحجاج قال لأنا الذي قتلت عمار ابن ياسر قال لأي تعال فضل أجلسه إلى جنبها رادي أن يفتخر على الحجاج شك قال الحجاج قال إن رجلا شوف كلام الطاغية ولكن حق إن رجلا يلقى الله بدم عمار ابن ياسر لطويل الباع يوم القيامة الثالث كلام يقبل وجهه وجهه طويل الباع يعني مجاهد بين يدي معاوية والوجه الحق اللي يراد الحجاج أنه هذا صاحب رسول الله والأحاديث الصحيحة بأن تقتلت من قتلت عمار ابن ياسر أنت قتلت الإيمان قتلت الإسلام فسأله شيء من حطام الدنيا فما أعطى الحجاج قال سبحان الله أبو الغادي أخزاه الله قال سبحان الله فبينا يزعم أنني طويل الباع يوم القيامة فأسأله من حطام الدنيا شيء فلا يعطيني قل لا يقوله أنا طويل الباع أسأله من حطام الدنيا شوف الله عز وجل كيف يجري الحق نعم فنقول روايات كرامة الحسين عليه السلام الله وما جرى على الحسين وتغير السماء وتغير الأرض وتغير الكواكب كله جرى واستشهدت به العقيلة زينب ولم يرد عليها أحد وفسر خطبتها الشريف جمع غفير من أعلام أهل السنة فراجع قالت أعجبتم أن مطرت السماء أن مطرت يعني مطرت بالفعل الماضي يعني متعجبين أن السماء مطرت دمًا بقتل الحسين إذن هذه من ثوابت التاريخ وحقيقة كتب القوم مليئة بأمثالها ولكن كما يقال التعصب يعمي ويصم فالحسين عليه السلام الله هو ريحانة الحبيب المصطفى الحسين هو عزيز الله وعزيز رسول الله وجرى على الحسين ما جرى كما قال مولانا زين العابدين قال والله يا أهل أوصى رسول الله بقتلنا وسبنا يا وسلبنا ما زادوا على ما فعلوا بنا ولقد فعلوا بنا ما لم تفعله الأمم بفساقها وفجارها لهذا يا مواليين مثل العقيل عليها سلام الله لم يطل عمرها بعد الحسين وكذلك الربا يا يا يقال لما عادت العقيلة زيني إلى مدينة جدها في مثل هالأيام ذهبت إلى قبر رسول الله يا يا وأخذت بعضادة باب القبر منادي يتيين بصوت حزين يا جدايا قتلوا الحسين أخانا يا جدايا أركبونا على ظهور النياق يا رسول الله شتمونا يا رسول الله يا ضربونا يا رسول الله طافوا بنا بالأقدار والأمصار ويلي على قبر النبي دخل للأحرار رادوا بحراني ولكن أريد صوتك بالعزاب ساعدني بالعزاب على قبر النبي دخل للأحرار أعلى 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 للزهراء للزهراء صاحب الحاجة على قبر النبي دخل للأحرار ماجور هذا العزاب وعلى روس منذور الغبار قطع الفياف وبعد الأسفا جت العقيلة إلى جدها جت زيانة وحزت المخطا روس شا تقل لي يا جد دعايا كربل ما جد كخبايا منذب حون يصغير وكبايا دعايا تقل لي يا جد رأس الحسين ورأس حسين رأس حسين فوق الرموح دايا تقل لي يا جد يا جد تجد ويضعن بالسير يا جد يا جد يا جد حسين كلمذبوح يا جد عطشان ولا له ماي يا جد قوم وشوف ابنك رمي اي تعالوا وشوف ابنك يا 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 اكرم يا 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 رسول الله يا فاطمة يا امير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الاجر بمن كالضحش والضمى حتى قضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف كروبنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام المولى ابي عبد الله الحسين وإلى روح اخت اخينا الحاج ابو عباس البحراني التي وافتها المنية في العراق نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ان الله سميع الدعاء وان يحشرها مع ساداتها ومواليها محمد وآل محمد الى روحها وموتاكم رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات الدعاء وامد على الرحمة وموتاكم وموتاكم اخه اخه شكرا